شاهدين أهلا بحضراتكم معنا لفقرة من فقرات الحوار الهذا اليوم بشرفني جدا يكون ضيفي فيها الأستاذ الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني والأستاذ بجامعات القدس وجامعات أخرى في العلوم السياسية بالطبع أهلا بك فانت أهلا وسهلا بك دكتور عبد المهدي الموقف بات يعني ميكس من التصريحات المتبينة يعني بلينكين جاي وبيقول احنا بنحمل اقتراحات بدائل وبايدن بندرس بدائل للعمليات أصلا نتانياهو أصلا رافض اقتراحهم هو جاي يعمل وإيه اللي ممكن نتوقع أن تصفر عنه مفاوضات القاهرة غدا لأنها مفاوضات شديدة الأهمية فيها خمس ست أطراف وزراء خارجية دي تعتبر مفاوضات قمة يعني لأن كل واحد ملفه هو أكتر واحد فهمه يعني فحددك شايف اللحظة إزاي يعني خلينا الأول نفرق بين التصريحات التسويقية للإعلام وبين المواقف الحقيقية حتى إدارة بايدن في بعض الأحيان تطلق تصريحات لداخل الأمريكي كده أنه أنت زي ما أنت عارف أنه فترة انتخابات وفيه اعتراضات كبيرة على مستوى الدعم الإسرائيل ليس تضامناً مع الفلسطينيين كفلسطينيين ولكن على صورة الولايات المتحدة أنها تدعم إبادة وتدعم شكل من أشكال وخصوصاً ممكن يكون بدأ يأثر على اقتصادات الأمريكيان نفسهم وفيه بعض الديمقراطيين التقدميين داخل الحزب الديمقراطي وزاد نفذهم بيعرضوا طبعاً اللي بيحصل من قبل هذه الحرب خلينا نتفق على حاجة مهمة أنه أهداف الحرب الإسرائيلية توافق عليها الإدارة الأمريكية تماماً تماماً ولم تعارضها ولا تقل وسائل في بعض الأحيان بعض الأحيان التكتيكات أنا برأيي أنه كل ما يحدث فيه رفح هو شكل من أشكال الإليوشن يعني التضليل والهدف من التضليل تمرير بعض السياسات فلت تقصد التصريحات حول رفح نعم أخذت مساحة واسعة كبيرة أكبر من حتى الحرب نفسها حتى عن جرائم ارتكبات السياسات ايه صحيح يعني كان هنا بنصرف النظر عن حجم الجرم لنتبحث في تفصيلة إزاي نبقى مجرمين يا في إذا تابعنا الفترة الماضية إسرائيل قامت بما هو أخطر من اشتياح رفح إسرائيل تقوم بإعادة تخطيط الوضع الديمغرافي في قطاع غزة أنشأت شارعين أحدهم يقسم قطاع غزة من المنتصف من شرق قطاع غزة حتى غربه على البحر اللي هو في مدلفيا ولا إيه؟ لا ده في منتصف غزة في منتصف قطاع غزة هذا الشارع هدمت كل ما على جانبيه وأنشأت الشارع وأصبح لديها القدرة الدخول بسرعة كبيرة من خلال هذا الشارع قطاع غزة أنشأت على المحور على نفس المحور حواجد ثابتة وقامت بتجهيزة وقامت بتجهيزة وهناك ميناء مؤقت يتم إنشاؤه هذا ليس من فراغ هذا الجزء من مخطط أوسع لتغيير الوضع الديمغرافي في قطاع غزة وبقاء غزة وبقاء إسرائيل على الأقل لفترات طويلة قادمة خلال هذا العام وقد تطول إلى العام الذي يليه هذا جانب الجانب الآخر من واقع معرفتنا بإسرائيل والتعامل معه إنه ما هو مؤقت دائم عندما تقول إن هذا حاجز مؤقت فهذا دائم في الضفة الغربية بعد حاجز يصبح معتاداً بعد شوية في الضفة الغربية بعد عملية الصور الواقع أنشأت بعض الحواجز وقالت إنها مؤقتة للإدارات الأمريكية هذه الحواجز الآن تحولت إلى معابر معابر منشأة كاملة للعبور كأنها مناطق حدودية بالتالي لا يمكن أن نأخذ دائماً هذه التصريحات بأنها هي الهدف ولكن أنا أعتقد أنها تكون غطاءاً لخطوات أهم بالنسبة لإسرائيل الأمر الآخر إسرائيل احتلت عملياً قطاع غزة بالكامل معدى مدينة رفح وجزء من المحافظة الوسطى وهو تقريباً الجزء الغربي منها في منطقة دير البلح ومنطقة المصيرات هذه مساحة أيضاً ضئيلة بالتالي إسرائيل وضعت كل سكان قطاع غزة أو غالبيتهم في شريط صغير جداً هذا ليس من فراغ ولكن في إطار مخطط تنوي إسرائيل من خلاله تغيير الوضع الديمغرافي في قطاع غزة طبع عشان برضو الأمور تبقى أكثر وضوحاً للسادة المشاهدين فكرة تغيير الوضع الديمغرافي يعني توزيع السكان لكن هل الهدف أن إسرائيل تضع يدها بشكل نهائي على كل مساحة قطاع غزة وإنها تحدث الفلسطينيين عندنا في سينة ولا إيه إيه لتصور الوضع الديمغرافي ليس عادة توزيعهم داخل القطاع ولكن أيضاً خارج القطاع وليس كما يصور أنه ستقوم بدفعهم إلى مصر لأنه هذا الأمر سينهي العلاقات أو سيؤدي إلى أزمة كبيرة تخشى منه إسرائيل لكن إذا حولت قطاع غزة إلى مكان لا يمكن الحياة فيه ولا يمكن العيش فيه حيث اكتفضلت في اللقاء السابق بتدمير البنية التحتية والتعليمية والصحية كل أشكالها سيكون من الصعب البقاء والعيشة في نفس المكان وستقوم بشكل موازي بالاتفاق مع دول أوروبية تسهيل عمليات انتقال الفلسطينيين ده تفسير تصريح نتنياهو بالأمس على الفلسطينيين أن يستسمروا الرصيف البحري في مغادرة هذا تأكيد أن الهدف الأساسي هو التهجير وليس الهدف المعلن قتل فلان أو علان أو يعتقال أو لأن القضاء بتوع حماس بيتحصنوا في هذا المكان هذا أمر سخيف غير منطقي إضافة إذا لاحظنا طول مدة الحرب الغريباً ما حدش بيقول لهم ما توررونا الأدلة اللي بتقول أنتوا متأكدين أن قادة حماس تحت ليه بغض النظر موجودين تحت أو موجودين فوق عملية أخذت أكثر من وقتها بكثير في مساحة محدودة جداً ربما حتى المفاوضات التي تجري من أجل وصول الصفقة يشتري فيها نتنياه وقت حتى يمر شهر رمضان وبعد رمضان سيكون لديه القدرة على اتخاذ الجراعات إذا لاحظنا أنه الإدارة الأمريكية سيكون لا معلش أنا بحب أستوضح حاجات حضرتك كأستاذ جمعي لديك القدرة على الاسترسال بس اسمح لي معلش أقوم بدور الطالب اللي عند حضرتك في المدرج يعني أستوقف حضرتك بس لبدأ سواني عشان استوضح بعض العبارات يعني دلوقتي حضرتك بتقول أنه لو يشتري وقت نتنياه وعشان بعد العيد يبقى موقفه أكثر قوة ولا عشان يكون عمل مزيد من التنكيل والقتل وإيه بالزبط اللي حياتك تقصده في طول أمد الاتفاق على الصفقة أو فكرة وقف هدنة ستة أسابيع أو كده الهدنة إذا تمت بالشروط نتنياه وفلامان على دي سيخرج عدد من المدنيين أو الجنود بغض النظر عن الثمن سيخفف وسيقول بزالة كل ما يمكن أن أبزله لكن التحدي الأكبر بالنسبة للثانية هم وللإسرائيليين بشكل عام بالمناسبة هم متفقون آخر استطلاع للرأي في مركز أبحاث الأمن القوم الإسرائيلي واحد وستين في المية من الإسرائيليين مع إكمال العملية العسكرية في الرفع حتى لو أدى ذلك إلى قتل الأسرع والمحتجزين في هذا تطلع رأي رسمي يعني نسبة أكبر من المنتصف بكثير نعم مستعدة للتطهير نعم هناك تحول كبير داخل الإسرائيل لا يوجد أحد يتعاطف مع الفلسطينيين وهذه حقيقة يجب أن كنا احنا متخيلين هنا على الجانب بتاعنا أنه الوضع يتغير في المجتمع الإسرائيلي بسبب المظاهرات يعني تضامنا مع فلسطين وضغطا على الحكومة المجرمة داخل إسرائيل لم تخرج مظاهرة كبيرة كل المظاهرات التي دخلها خرجت داخل إسرائيلية لأسر الأسرى والمتضامنين معهم وكلها أعداد قليلة لدرجة أنه تقوم الحكومة والشرطة الإسرائيلية بقمع هذه التظاهرات هذا أمر متفق عليه بين المعارضة وبين الحكومة فيما يتعلق الخلاف التكتيكي بين الإدارة الأمريكية حول الأساليب والطرق هو فقط خلاف على الإسلوب وليس على الهدف طب وكسب الوقت اللي حياتك قلتها دي أنه بيشتري وقتاً هناك كانت الإدارة الأمريكية وهناك تخوفات من تقارير أجهزة الأمين أنه إذا حدثت تياح في شهر رمضان قد يؤجج المشاعر وهذا سيخرج مظاهرات كبيرة حول العالم وفي المنطقة تضامن مع الفلسطينيين فأرادوا تمرير شهر رمضان هذا ما يسعى إلينا يعني تأجيل بس تأجيل الآن النتنياهو هناك وفدين سوف يذهبون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة عملية رفع وفد يضم تساح هنجبي وديرمر تساح هنجبي مسؤول الأمن القومي لإسرائيل وهنجبي وديرمر هو اليد اليمنى لنتنياهو وعضو مجلس الحرب وهناك لأول مرة وزير الدفاع جالانت سوف يذهب إلى الولايات المتحدة ويلتقي مع نظيره الأمريكي وأيضا نزرائه من الأجهزة الأمنية كل وفدين الغرض هو التأكيد على أهمية دخول رفح والاتفاق على الآليات والأساليب التي سيتم اتخاذها مع يعني ما هواش اعتراض ما هواش رفض ما هواش بلاصة بدائل لا لا ده هو إبلاغ سؤال ما هي البدائل سؤال ما هي البدائل يعني خلينا نكون منطقية يعني أقصف شوية شوية وحتة حتة ولا أخش مرة واحدة هي دي البدائل لتكون البدائل المنطقية بقى اللي يفهمها حد عائل أنه أنا أحدد وأقول هنا في قادة حماس أنا هروح هنا بس أنت بتتكلم في مدينة مساحتها أقل من خمسين كيلو متر مربع وأصبح الآن يسكنها عدد ضخم جدا فوق الأرض أكتر من مليون شخص في هذا صعب جدا أنك أنت تتحدد الأماكن إسرائيل تقول أنه إذا لم نكمل اجتياح رفح لتفكيك باقي الكتائب العسكرية هي تقول أنه هناك أربع كتائب في مدينة رفح وكاتبتين في المنطقة الوسطى لن يكتمل المصر الإسرائيلي هذا أمر مفروغ بالنسبة له كل موضوع أنا برأيي كل موضوع الأسرة والمحتجزين هو ليس الأولوية الأولى لإسرائيل لأنه في مرات عديدة تم قصفهم وقتلهم وإسرائيل لم يتغير نهجها طوال مدة الحرب الموجودة طيب فندم الحياة يعني أي منصف بيشوف المجهودات اللي بتبذل من مصر شايت أقول وحدها بس يعني خلينا نقول مجهودات فضيعة يعني تحطها لوحدها الحقيقة لأن أنا لا أؤمن بأن أمريكا وقطر وسيط للتفاوت ده أمريكا هي إسرائيل وقطر هي حماسي لحد كبير وإسرائيل بل حداتك لت أولاد هاتوا الكاميرا على الدكتور عبد المهدي تفضل إسرائيل بتسمي قطر العدو الصديق العدو الصديق في آخر المقالات العدو الصديق طيب فندم يعني هذا الجهد الدبلوماسي المكسف اللي بكرة إن شاء الله موجود عندنا بوجود وزراء خارجية هذا الكم يعني نكلم في ست دول يعني ووجود بلينكين هل كل ده لا يسفر عن شيء في رأي سعادتك يعني بخراجاته لا طبعا ايه طبعا اجتماع غدا هو استكمال لسلسلة اجتماعات حدثت في السابق اللي هو السوداسي العربي أيوة اللي بيشمل فلسطين ممثلة في منظمة التحرير التقى مرتين سابقا وهذه الثالثة وسيحضر بلينكين أنا باعتقادي أنه الموضوع يتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب نتنياهو لديه وجهة نظر لا يريد لا سلطة فلسطينية ولا يريد حماس ولا يريد شيء تمثيلي للفلسطينيين طبعا هو يريد إدارة محلية تخضع له بدون أفق سياسي وهذا عمر مرفوض من جميع الأطراف لكن هناك رؤية ربما مصر لخصتها في المبادرة التي طرحت في بداية الحرب أن يكون هناك حكومة تكنقراط تستطيع توحيد الفلسطينيين في غزة والضفة هذه الحكومة هي من تقوم على أعتقها إدارة قطاع غزة والترتيبات هنرجع نلعب نفس اللعبة بتاعة المقارسة بتاعة لبنان ونقول مين اللي ياخد حكبت المالية عشان كده هي حكومة تكنقراط مستقلة ماشي ما هو كل اتجاه ممكن يعدم تكنقراط مستقلة مستقلين متخصصين الهدف الرئيسي والمهمة الأساسية لهذه الحكومة كانت في كتاب التكليف الذي استلمه محمد مصطفى والذي رحبت فيه كل دول العالم بلا استثناء بما فيهم الصين وروسيا هذا الخطاب التكليف هل هينفي صفة التكنقراط هتنفي انضمامه لفتح لحماس للجهاد خلينا نقول خلينا نقول بأنه ظاهريا يجب أن يكون كل أعضاء هذه الحكومة لا ينتمون إلا أنا مفترض أن أنا أخلص دلوقتي بسعين سؤال مهم جدا سألت روح حضرتك أوف كاميرا المرة اللي فاتت وقلت أرجع سؤاله أمام الكاميرا لأنه حساس شوي هل حضرتك شايف أو موافق على التحليل اللي بيقول أن فتح بدأت تصريحاتها تجاه حماس أنها هي السبب وأنها هي اللي كان بدأت الفلسطينيين ده التصريحات دي نبريتها بدأت تعلى وده من أجل الوصول لأن فتح تبقى هي قائدة اليوم التاني لانتهاء الحرب في قيادة غزة لا أنا أعتقد هذا الخطاب جاء ردا على تصريحات لمسامة حمدان التي اتهم فيها السلطة وفتح بعد تشكيل أو تكليف رئيس الوزراء بأنها تنفرد بالقرار الفلسطيني وهذا أمر غريب لأنه هذه الأمور اتفق عليها في أكثر من لقاء أن تكون هناك حكومة تكنقرات ويجب علينا نحن كالفلسطينيين أن ننزع الزرائع لنتانياهو لا يمكن أن نقدم له هذه النتائج إذا في اليوم التالي للحرب لم يكن هناك حكومة مستقلة قبل بها العالم لن يكون هناك إعمار وعدم وجود إعمار معناه تنفيذ لمخطط نتانياهو وتهجير الفلسطينيين يعني أنا أعتقد أن هذه المراهقة السياسية يجب على من يبحث عن مصلحة الشعب الفلسطيني أن يرتقي بشكل أكبر وأن يتنازل في مقابل ذلك عن مصلحة شخصية أو ضيقة حكومة اشتياهية حكومة حكومة فتح وعضو لجنة مركزية استقالة بزبط صح من الممسح لهذا الأفق نعم لإنقاذ شعبنا من هذه المشكلة أبتشرف جدا بوجود حضرتك معايا من الآن لآخر للإطلاع على الوضع الفلسطيني من الداخل وتقييم الوضع السياسي الحقيقي في إسرائيل في أمريكا في فلسطين شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عبد المهدي مطوع المحل السياسي الفلسطيني والأستاذ العلوم السياسية بالجماعات الفلسطينية فواصل قصير ونتحدث عن موضوع آخر خليكوا معايا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر